الانسان لما يتعرض لمعلومات غير كاملة بشكل لا يراضي بيكون عايز يعرف تفاصيل اكتر وبيكون عنده رغبة مليحة جيدا انه هو يمنى التساؤلات والفجوات اللي بيتكون جواه وبيفضل جواه فعلا احساس بعدها من راعها لغات لما يوصل للاجابة الفضول بيبقى نابع من جوانا بش مجبورين عليه فمسلا لو احنا بصنا الواحد بيدور على معلومة عشان هو عنده تسك في المدرسة وواحد تاني بيدور على معلومة علشان هو عنده شغف اللي هو يعرف المعلومة دات هنلاقي الاول متقدر وزهقان وهنلاقي التاني بيدور بشغف وبحب وبتفاؤل وفيه انواع كتير الفضول اكتر اتنين منهم من هم الفضول الادراكي والفضول المعرفي هنبدأ الاول بالفضول الادراكي الفضول الادراكي ده بتحس بيه لما تقابل حاجة غير مألوفة او تتفاجئ من حاجة معينة زي مسلا انت قاعد في البيت لقيت حاجة تبدأت في المطبخ فالفضول الادراكي هيدفعك اللي انت تروح تشوف سبب الصوت ده ايه وهتفضل متضايق وهتحس بعض ده من راحة لو انت معرفتش سبب الصوت لغاية لما تعرف سبب الصوت هتستريح وحقلك هيفرس هرمون الدومامين اللي هو هرمون السعادة. تاني نوع من الفضول هو فضول ايه معرفي? انك ترد تبحث على معلومة بتكون شغلة تفكيرة. يعني مسلا لو انت قاعد في البيت لتتفرج على فيلم وجيه في الفيلم مشهد القطر بيمشي بسرعة جدا على القطبان. وانت بعشان شخص عاملك بتتفرج على عبد الرحمن السامولي ده يخليك تسرح بخيالك وتسأل نفسك وازال القطر بيمشي بسرعة كبيرة جدا على القطبان من غير ما يعايمين ولا شمال. ومجرد بقى ما سألت السؤال ده هتلاقي في فارق بيجري في دماغك. علشان انت عايز تعافي الاجابة ضروري. وخصوصا بقى للفضول المعرفي فيه اكتر حدة من الفضول الادراكي. فهتفضل تبحس وتدور او تاخد الطريق المختصر وتنزلي تحت في التعليقات تكتب السؤال اللي محايرك. وانا عاملك حلقة عنه. وبالمناسبة. موضوع القطر اللي احنا تكلمنا فيه ده انا عامل فيديو مخصص ليه على اليوتيوب. هينزل بكرة الساعة اتناشر الدهر. هنزل مقطع منه صغير على التيك توك. علشان تشوفه. وهسيب لك لينك اليوتيوب تحت في التعليقات. وبس كده. ومتنساش قبل تطلع سرعة سولة الله صلى الله عليه وسلم. ومتنساش اللايك. سلام.